حاليا في مدينة باريس طبعا يجري افتتاح دورة الالعاب البراليمبية 2024 واللي طبعا وصلت فرنسا تحدياتها في الخروج عن المعتاد والمقلوف في افتتاح دورات الالعاب بعد طبعا ما تم اقامة حفل افتتاح دورة الالعاب الاليمبية على نهر السين النهاردة طبعا بيتم عمل حفل افتتاح دورة الالعاب البراليمبية في ميدان الكونكورد واللي بيتواجد فيه المسلة المصرية او مسلة الاكسر المصرية يعني الحضارة المصرية متواجدة النهاردة في حفل افتتاح دورة الالعاب البراليمبية باريس 2024 طبعا حفل افتتاح هيكون من شارع تشانزلزي الشهير طبعا وحتى ميدان او ساحة الكونكورد التاريخية في قلب العاصمة باريس بمشاركة 184 وفد من دولة وطبعا دول ابطالنا وبعثتنا طبعا علي الزيني طبعا البطل الكبير واللي يعني بيقدم افراد البعثة هم في الاوتوبيس وحاجة كده روح حلوة من ابطالنا البراليمبيين اللي بتمنى لهم ان شاء الله رفع التحدي ورفع المدليات وان شاء الله عايز في السلام الوطني اكتر من مرة طبعا فرنسا بتاخد تحدي كبير ورغم بعض التعليقات على مشاكل في التنظيم اللي حصلت طبعا فيه دورة الالعاب الوليمبية واستمرت بعض المشاكل حاليا فيه دورة الالعاب البراليمبية ولكن تبقى فكرة اقامة حفل افتتاح دورة الوليمبية خارج الملعب الوليمبي فكرة مختلفة وخلقة جو جديد فيه طبعا من حفلات الافتتاح يعني او مختلف عن حفلات الافتتاح للحدث الرياضي الاكبر على مستوى العالم وهيبقى السؤال هنا اللي هيطرح نفسه هل تستطيع الدول المستضيفة للنسخ القادمة من دورات الالعاب الوليمبية والبراليمبية تنفيذ افكار برا السندوق كده زي ما فرنسا عملت طبعا بعيدا عشان برضو ايه السادة المشاهدين يكونوا معنا بعيدا عن محتوى حفل الافتتاح اللي لقى انتقادات كتير جدا لكن تنفيذ الفكرة الفكرة ان انت تعمل حفل افتتاح او الدور او برا الملاعب او برا الملعب الوليمبي في الشوارع زي ما شفنا في دورة الالعاب الوليمبية وهنشوف في دورة الالعاب البراليمبية صعب جدا وفيه مخاطر كبيرة سواء اقتصادية او امنية او فنية في النقل حتى التلفزيوني كمان صعب وتنظيم الدخول والخروج والمسيرة نفسها فالموضوع بيكون صعب فعلا اللي عملته في فرنسا هو خارج عن المألوف لاول مرة في تاريخ دورات الالعاب الوليمبية او البراليمبية تكون حفل افتتاح او يكون حفل افتتاح خارج الملعب الوليمبي هل هنشوف ده في لوس انجلوس 28 وبعدها في بريسبان سنة 32 في استراليا ممكن يكون الموضوع صعب